بعد مرور شهر وأربعة أيام على بدء الهجوم البري والبحري على أوكرانيا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا تخطط المليار دولار فما الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف والتي ساهمت في إيقاف التقدم الروسي إلى العمك الاستراتيجي الأوكراني كاهر الدبابات يعد نظام جافل الصاروخي من أقوى الأسلحة المضادة للدبابات في العالم هو سلاح يحمل على الأكف ويطلق صواريخ حرارية تجاه الأهداف حتى مسافة أربعة كيلومترات عن طريق وحدة تحكم لا تختلف كثيرا عن تلك المستخدمة في ألعاب الفيديو صائد الطيور السوفيتية اشتهر نظام ستنجر المضاد للطائرات بإلحاقه أضرارا كبيرة بالطائرات السوفيتية في أفغانستان وهو السلاح المضاد للطائرات الوحيد ضمن حزمة المساعدات الأمريكية لكنه ليس فعالا ضد القاذفات الروسية التي تحلق على ارتفاعات تفوك مداه كما شملت المساعدات طائرات من دون طيار ستة لاف نظام ايتي فور مضاد للمدرعات ألف سلاح خفيف مضاد للمدرعات أيضا وقاذفات من القنابر اليدوية إضافة إلى أكثر من عشرين مليون رصاصة من جانبه أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الدعم المتمثل في الأسلحة الفتاكة التي تستطيع شل الغزو الروسي معتبرا أن الإدارة الأمريكية تجاهلت تزويد بلاده بالأسلحة المضاد للطائرات التي يمكنها استهداف الطائرات الروسية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة بدورها رفضت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا بولنديا لنقل المقاتلة البولندية من طراز ميغ 29 إلى أوكرانيا لمواجهة سلاح الجو الروسي حيث اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن هذه الخطوة من شأنها أن تشعل فترة حرب مفتوحة بين الناتو وروسيا في المحصلة حزمة من المساعدات العسكرية الأخرى ستوزع قريبا وفق جدول زمني لم يحدد توقيته بعد في ظل توقعات سياسية وأمنية من استمرار الحرب حتى انتصار روسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة